الحمد لله والصلاة والسلام على شرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أعزاء المشاهدين والمشاهدات لازال كلامنا يتواصل حول الإخلاص وبعدما ذكرنا في المجالس السابقة حده وتعريفه وبعض الأمور التي تتعلق به كثماراته العاجلة في الدنيا والمؤجلة إلى الآخرة ننتقل إلى فصل آخر في باب الإخلاص وهو عاقبة المقاصد السيئة معنى الإنسان كما تكون عنده نية زينة مع ربي ويكون يدير العمل للناس العاقبة التعامة تكون مليحة والعياذ بالله وإصروا له أمور في حياته أمور في حياته وأمور يوم القيامة فهذا سنذكر بعضها فإذا أصلح العبد ظاهره بالعمل الصالح وأفسد باطنه بالنية السيئة الفاسدة وتصنع بالظواهر إرادة لما عند الناس عوقب بسوء قصده بأنواع من العقوبات ونذكر منها معنى كاين بعض الناس الله يعافين أخوتي والواحد ما يبرأش نفسه يسقم الظاهر التاعه يعني مين تشوفه من بره تقول هذا من الزهاد هذا من طلق الدنيا هذا من المتصوفة كما يقول بهذا المصطلح هذا راح بعيد في عبادة الله وهو عنده نية خبيثة نية سيئة هو دار هذا الصورة غير بها كل أموال الناس بالباطل أباه يستغفل المغفالين من الناس لمقرأوا شدينهم أباه يتزلف إلى الأغنياء وأصحاب المناصب أباه الناس يقذوا لحوائجه أباه يكبروا به يلبس لباس الولاية وهو الباطن التعهتع غيواية يلبس لباس الزهاد وهو عظ على الدنيا بالنواجذ يلبس لباس طلاق الدنيا وهو يجري وراها ليل ونهار يطلب الدنيا بالدين هذا هو إخوة الإيمان هذا خبرنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العقاية بالتعه يكونوا شينين الله ينجينا أخوتي يكونوا شينين والخلاص يوم القيامة يكون أنكق وأخزق ومما يعاقب به عند عقوبات عقبه ربي بهم أولا التعرض لمكر الله عز وجل ره يتعرض للمكر تعربي يمكر بها الله اسمع شي يقول حمد بن سالماء وهو من أهل الحديث عالم في الحديث يقول رحمه الله من طلب الحديث لغير الله مكر به أي سنلك رأسك معناها رأي يقول نا اللي يقرأ الحديث تع رسول الله يقرأ حديث رسول الله يقرأ البخاري ومسلم يقرأ سنن أبي داود والترميذي والنسائي بن ماجا يقرأ مسند الإمام أحمد يقرأ المستخراجات يقرأ المعاجئ يقرأ كتب الأطراف ويقرأ الأصلية والفرعية بس صح ما يقرأهاش لله على هرك تقرأ فيها هو يقول لله ولكن ربي يعلم من نية على هره يقرأ ره يقرأ من أجل الشهرة من أجل الميراء من أجل تزكية النفس عند الناس من أجل الظهور بعباءة العالم وعمامة العالم بس صح ما دارش لله شاي سرى به شاي سرى مو كرى به يمكر الله به وينكل به وهذا الكلام ما يخليناش ما نقرش الحاديث نقره بس صح يقرأ النية تكون لله النية سعى سعى يغيبها لك الشيطان تقول لهم بغي نقرأ البخاري عشر أحاديث ولا لله ونحفظها ولكن كنت جي في العاشر ولا في السادس ولا في السابع ولا في الثامن نية تبدل تقول راني نحفظين ستة سابع ثامن تسعة بديت أفوق وأقراني بديت أتميز عن أقراني بديت تشور من شيء تتميز بديت تروح بديت البحر يدي فيك بديت الغيوية يدي فيك بديت حب الشهرات تجبد بديت تسكية تجبد بديت بليس يصور لكي غادي تولي هنا يا الإنسان لابد أن يصحح النية قبل الطالب وأثناء الطالب وبعد الطالب فقد يستقيم طالب العلمي فيما يبدو للناس فترة من الزمن ولمكش لله ينتكس ويرتكس ويتغير حاله هذا جعفر الخلدي قال هذا جعفر الخلدي قال كلام عاجيب 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 قالك شوف يا فلان درق لي بغيت الدرقة ما تطيكش الدرقة على ربي درق 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 درحك زهد دير روحك متصوف دير روحك تاقي دير روحك مطلق الدنيا تغلط الدنيا تغلطهم سعربي ما تغلطهش شي يقول من أراد أن يستكتم سراً فليستكتم لا بغيت درق غالقه يلدرق كما فعل رويم كما صرر رويم رويم هذا شاكان ربعين عام زهد وتصوف ربعين عام زهد في الدنيا قالهم كان زهد فيها ربعين عام قالوا له كيفش كيفش ما كسره له قالهم هذا كان عنده صاحبة اسمه إسماعيل ابن إسحاق صاحب رويم بينهما مودة كبيرة هذا إسماعيل ولي القضاء في بغداد أعطاهها قاضي في بغداد جاب ذر ويم الزهد صاحبة اللي كان مطلق الدنيا قدام الناس قال داره بواب تاعه بواب بارك بلونطون كلان الناس البس الذهب البس الذهب الذهب لبسه القصب الديبقي البس الخز يك وبنى الديار وطلق لآخرة قالك شاقل هذا الشيخ جعفر الخلدي قالك هذا ربعين عام من كان مطلقها خاش ما وصل لهاش ما طاق لهاش من مطاق لهاش كان يبان للناس راح مطلقها بس هلو برومي بوست الدهب برونطو ولا وحد آخر وثرنتك كان كاتما لحب الدنيا أربعين سنة أربعين سنة يكتموا حب الدنيا هذا هو إخوة الإيمان إحنا مع الأسف تسيب إنسان لابس لباس تعوى لي الله هو يفيزيلوان خاتش يعرف باللي الأمة فيها خير الأمة فيها خير أما لو الأمة شوية ما لهيش في دينها يقولوا إحنا به ربي يقبلنا نرفضوه هذا ونكرموه خاتش هذا له واصل يبدأ يأكل في أموال الناس بالباطل يك ويساور يسير أهواء الناس يك يسير أهواءهم والناس والناس تتقرب إلى الله بإكرامه بإكرامه والله يفضح هذا النوع الله يفضح هذا النوع الله يفضح الله يفضح هذا النوع لأنه سفيان الثوري قال لك اطلب بالدنيا بمزمار وما اطلبهاش بالدين الدين لا تطلب به الدنيا الدين لا تطلب به الدنيا المال لا يطلب بالدين المنصب لا يطلب بالدين التزلف عند الناس لا يطلب بالدين أكلموا الناس بالباطل لا يكونوا بالدين بالتزهد والله عليم خبير فماذا قال قال من أراد أن يستكتم سرا فليستكتم كما فعل رويم كم حب الدنيا أربعين سنة فقيل له كيف قال كان يتصوف أربعين سنة فولي بعد ذلك إسماعيل بن إسحاق القضاء قضاء بغداد وكان بينهما مودة مؤكدة وإذا هو كان يكتم حب الدنيا لما لم يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها الله يثبتنا أخوتي الطارق طويل الطارق طويل ولباس الزور سرعان ما يتعر صاحبه ولو أن العبد صدق في إقباله على الله تعالى ولو أن العبد أحسن النجوء إلى الله تعالى فإن الله يحفظه حتى مع المناصب ومع الأموال ومع الدنيا لو فتحت عليه لو كان مخلصا فإن الله يحفظه ويثبته لو كان يلجأ إلى الله لجوءا حسنا ويفتقر إليه افتقارا ويرد النعم إليه فإن الله يرعاه وإن الله يدنيه ويثبته حتى يلقاه فهكذا إخوة الإيمان خطراش تحسب روحة متوكل على الله وانت متوكل على اخونت تاعك اللي معمر حاسب رك متوكل على الله وانت متوكل على الدكان حاسب رك متوكل على الله وانت متوكل على من يحميك من البشر الذين أسندت لهم ظهرك الذين ألقيت إليهم محانك وشكوت إليهم همومك وانت تحسب يقول لك رانا هنا رنهنى ورب يقول للرسول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا بصيرا فلا بد يا إخوة الإيمان أن نفتش في هذه الأمور خطرش تحسب رأك ما توكل على ربي أنت عندك دراهم تعقرن بسي فتبان رأك ما توكل لا تهزك جائحة ولا ضائقة ولا عندك دكان كبير تعافوا أنت تبان من تنمس في ذاك المال من جائحة تديه ولا من يتوقف هذا كلا للكونت ولا فما شوف الهزة الأرضية لنتي تصيبك سبعة على سلة مريشتر ولا خمسة ولا ستة فما يباني التوكل حينما تمرر على محك التجربة التوكل لا يدعى في السعى والرخاء لا يدعى الدعاء هذه دعاوة تحتاج إلى برهان تحتاج إلى دليل ولقد أخذناهم بالبأساء والذراء لعلهم يتذرعون نفعنا الله وإياكم بما سمعنا اللهم صن ورعنا وكلأنا برعايتك يا رب العالمين ونق توحيدنا من الدنس ونقع قائدنا من الشوائب واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين واحفظنا يا رب العالمين من العجب والرياء والغرور وارزقنا الصدق والإخلاص والنصح والحمد لله رب العالمين